الجزئية التانية وانا عايز اتكلم فيها على عدد من اللاعبين او بعض الناس بتحول تسترجع زقريات او حديث عن بعض القضايا او عدد من اللاعبين ممكن يكونوا راحلوا في فترة زمنية معينة في فترة سابقة وبيسترجعوا الزقريات والحديث فيها في التوقيت الحالي في مقولة سابتة في هذه الجزئية تظل قيمة وقرار النادي الاهلي في قيمته المستقبلية واللي تتحول لبعد فترة لمبدأ بتتورسه الاجيال بمعنى قيمة النادي الاهلي في وقت اتخاذ القرار بيكون ليه مكتسبات او بيكون ليه سلبيات او ليه ايجابيات اوكي بنشوف القرار وقتها ايه لا يحصل فيه او ايه الايجابيات والسلبيات اللي ممكن تحصل من وراه لكن المهم واحنا بنتكلم على القرار نتكلم على المستقبل المبدأ اللي بتتورسه الاجيال بناء على هذا القرار اللي التوقز في التوقيت ده إزاي الأجيال بتستفيد من هذا القرار على المدى البعيد وإزاي القرار ده بيكون قرار النادي الأهلي دايما بيبقى قرار صح وسليم مش عايز أتكلم عن أمثلة وأتكلم عن لعيبة سابقة لكن باتكلم على قيمة القرار بنحس في وقته بمعنى معين لكن في المستقبل بنعرف إن قيمة القرار ده كان ليه مبدأ بتتورسه الأجيال